اشتركوا في القناة افشلوا ملفات وطول الوقت ما يهمهمش مصلحة البلد يهمهم مصلحتهم الشخصية هم نفسهم بيقولوا انه البلاد والحدود دي حفنة من التراب وما بيشوفوش قيمة مصر زي ما المصري الاصيل بيشوفها لما يلاقوا مصر بتنجح ولما يلاقوا قائد شجاع ولما يلاقوا ان احنا يعني بقى لنا كلمة وسيادة على ارضنا وبقى لنا مكتسبات واضحة وصريحة في العالم كله بيعترف بيها بعد ان كان رافض الاعتراف لازم يجنوا كلمة الجنون دي كلمة حقيقية هي دي اللي بتحصل على ارض مصر من محاولات فاشلة لحشد المصريين المصريين اللي عندهم وعي كبير ببلدهم واللي عندهم وعي كبير بالمقاسي اللي عاشوها اللي كان عنده عشر سنين النهاردة عنده عشرين سنة لو مقدرناش ان احنا نزرع فيه الانتماء بالشكل الكافي يبقى سهل استقطابه وده ان شاء الله مش هيحصل حول الفشل الذريع في حشد الاخوان للشارع وزيفة دعاقتهم وقنواتهم التي جنت بالاخبار الغير حقيقية عن مصر والمصريين هتدور حلقتنا وفقرتنا النهاردة مع الكاتب الصحفي استاذ علاء حيدر اهلا بحضرتك اهلا بسألتك انوزار عايز اتكلم مع حضرتك قبل ما تكلم من الناحية الاعلامية عايز اتكلم معاك حضرتك بتشوف اللي حاصل على ارض مصر ازاي وبتربطه بالماضي القريب ازاي من اي جهة من جهة الحشد والكذب والمحاولات الرهيبة لركوب الموجات المختلفة يعني احنا شفنا ازاي هما عملوا في ثورة 25 يناير وازاي استحوذوا عليها من الشباب نهاردة اي واحد بيطلع يخرف هما بيبتدوا يركبوا هذا التخريف يركبوا هذا التخريف ويستكملوه فحضرتك بتشوف ده ازاي انا بشوف ده ان هو بينقص اكثر مما فقدوه لانه عندما تريد ان يكون احد ان انت يصدقك لابد ان يكون اديه مصداقية هذا موجود مصداقية دي مشكلة المشاكل بنسبة لأي انسان يمكن الاخوان هما اطر ناس ازوا نفسهم هما بسطوا الامور جدا قالوا في الاول ايه الاسلام هو الحل الاسلام هو الحل بالكلام لا يصلح لو انت حتطبقه بوقتنا الحديث اللي هو ايه بقى التكنولوجيا والعلم والعلوم والتصنيع والاقمار الصناعية والاتصالات وكل ما هو التكنولوجي جديد النهاردة العالمي كله بيمشي بالتكنولوجيا حصدقك لكن لو هتكلمني على ان احنا لا نزل بنتحدث عن ان احنا نخش في معاركه بالسيف وخلافه لو حدث طبعا كان بالفكر المسلمين الاوائل مش هينفع لان انت النهاردة مشكلتك تكنولوجية وليست اي شيء اخر فهم هتحدثوا على اساس ان الاسلام هو الحل ومن خلال هذا الاسلام هم هيحلوا كل المشاكل حدي لساعدك مصل بسيط جدا تونس تونس كانت فيها ثورة هذه الثورة اتت بطيار الاسلامي بديمقراطية هذا الطير الاسلامي قاعد في تونس تقريبا ستة سبعة سين يعني جزء طبعا وفي الست سنين دول تراجع التنمية في تونس من ايام بن علي اللي هو كان رئيس جمهورية تونس من خمسة في المية او خمسة ونصف في المية لواحد في المية يعني خلال سيطارة الطير الاسلامي على تونس اللي حصل ايه حصلت انتخابات تاني رئاسية اللي هي الاسبوع اللي فات المرشح الاخواني خسر خالص ده خسر من الجولة الاولى يعني ده من الجولة الاولى مش كده ده ده واحد محدش يعرفه خالص اللي هو رجل استاس في الجامعة وتاني رجل اعمال متهم بالفساد وموجود في السجن التونس اختاره واحد متهم يعني موجود في السجن واحد مالوش صورة خالص والناس اللي كانوا موجودين واغلبهم طبعا بينتموا للطيار الاسلامي ليه لان هما تبين هؤلاء للشعب التونسي ودي منتخابات حرة ونزيعة ومية مية انه عندما تولى الاخوان وسيب عموين ومكلام كتير جدا الاسلام والحل وانتضرب فساد حتى لو انت ضربت الفساد بدون ان يكون لديك تنمية ما عملتش مشروعات حسافش عشانا دايما بقول ايه في الخطاب الديني عندنا ما تقولشي مثلا مهما كانت قدسية اي حد حتى من الصحابة انه هو وفر للناس كل حاجة عشان اوفر للمواطنين بتوعي كل حاجة لابد ان انا كون اعملت ايه مشروع صح ولا لا خديك عشان توفري لولادك حياة كريمة بتعملي تشتغلي في التلفزيون فبتجيبي فلوس وزوجك كده فالانسان بيعمل مشروع علشان خطري يرفع مستوى الناس لكن لا يسطح انت تقول لي انه كل مشاكل الناس دون ان تقول لي ايه هي المشروعات التن مواطنين وفكرة تقول لي دي بقى خلاص غير جائزة لان احنا مش عايزين قوي لا احنا عايتين فاعل لما شافوا الفاعل على الارض جنه يعني حصل حالة من الجنون وهنا دي يعني جنون بمعنى جنون لغة عربية فصحة حصلت انه مخهم زي يعني باللغة العمية ضرب مش قادرين يصدقون فيه مشاريع مش قادرين يصدقون المصريين قادرين يتحملوا فطورة التحول الاقتصادي والتحول يعني اليابان لما كان عندها حالة تعافي كانت بتعمل ايه كان بيرفضوا الاجازات الشعب بيرفضوا الاجازات فكرة ان المصريين تحملوا الفطورة فيه غلاء فيه غلاء مفيش بلد مغليتش الفترة الاخيرة فيه قرارات جريئة على علاقة بالحالة الاقتصادية للمواطن طبيعي فيه قرارات جريئة لكن فكرة ان المواطن مكمل وعارف اللي ليه واللي عليه أعتقد دي من النقاط اللي أزعجتهم ومن النقاط اللي بيحاولوا يشتغلوا عليها سلبيا صحيح أنا حاولوا عليك حاجة أولا أي تقدم ده إرادة مشتركة بين الحاكم والشعب لو الشعب ما عندوش إرادة إنه يتقدم مش هيتقدم أديك سهدتك مثل بسيط ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية زعيمها اللي هي كانت بتعبده هتلر اللي هو لهم الاري الألماني هذا الرجل انتحر وانتهى والشعب الألماني لقى دولة مدمرة ما كانش فيه في برلين اللي هي عاصمة ألمانيا في هذا التوقيت طوبة فوق طوبة الشعب الألماني نزل الشارع وتحمل وست الألمانية بقت تشيل الموتة اللي بقى لهم 40 يوم و50 يوم وروائح كريهة وقدروا إنه هم الشعب يبني ألمانيا من جديد من خلال تضحيات غير مسبوقة شرحوا اليابان اليابان اتضربوا بقنابل الزرية صحيح وهيروشيما ونجازاكي وتم تدمير هيروشيما ونجازاكي وأصبح ناس بيطلعوا لمدة 10 سيدي 15 و20 شعب لو نسمع أن العائلة كلها كان بيصرف لها بورتوانة أو بورتوانتين لليوم كله وهكذا وكانوا يرفضوا وإلى الآن الشعب الياباني بالتحديد بيتئزم الأجازات يعني تلاقيهم كتير ينزلوا وقت أجازاتهم يشتغلوا فحضرتك قلت كلمة رائعة فكرة إرادة الحاكم والشعب هنا دي يعني ليها في فكرة جمعية كده بيحصل إحنا كمصريين ما متحركش غير عند المشاكل الكبيرة قوي مشاكل الكبيرة دور مين لتوعية هؤلاء يعني مين اللي عليه النهاردة أنه هو يواعي الشعب هل هي قضية منذ الصغر من نعومة أذافرنا المفروض نتدرب وندرس على انتماء الوطن وحب الوطن والشغل والعمل والقيم صحيح ولا النهاردة زي أنا قلت في المقدمة أن اللي كان عنده 10 سنين وقت ثور التناير النهاردة بقى عنده 20 سنة حصل له إيه في العشر سنين دول مخه متجهز إزاي هل متجهز أن هو يتم استقطابه ولا تم تجهيزه من الأباء والأمهات والمدارس والمجتمع ككل لأنه يواجه مثل ما وجهناه في 2014 طبعا هو في حاجات بتأدي إلى نوع من أنواع الإحباط لدى الشباب مثلا أما لاقي فيه وسطة أما لاقي فيه فساد أنت النهاردة بتكفحي الفساد بس واحد يقول لك كل يوم بتمسفها لكن فيه فساد الفساد ده أصبح عندك بنية تحتية تحت يعني أصبح بنية تحتية لمدة 50-60 سنة فأنت النهاردة عشان تقضي على فساد 60 سنة ما تدعيش تقضي عليه فيهم لكن أما يجيب ناس بتشعر في رياسة الجمهورية في رياسة الجمهورية وحولها للمحاكمة أكثر قبل إدارية والبطارية أما يجيب وزير ولاقي وزير ولاقي محافظ بدل رايح له الرئيس اللي هو كان معتقد الدوميات ويلاقي نفسه اتسجن أو متاخد بدل مش عاجب محافظة من المنوفية مش عاجب مش قضيتنا دلوقتي ما سألتك أنا فاكر الحادثة الأخيرة لا مش الأخيرة مش بتاعت اسمعنا لا سوريا أنا بتكلم على الحادثة بتاعت فساد مش مش تصرفات شخصية لأ بتكلم على الفساد لأ لو الفساد في ملف كبير يعني الفساد فوجئ إن رايس رايح اعتقد المنوفية رايس رايح يفتاد حاجات هناك فوجئ من المحافظ راحل النيابة دي كانت أو حول المحاكمة ما هنا النقطة إنه في محاسبة آه صحيح ما أولا ما فيش دولة ما فيهاش فساد دي أول حكس تاني حاجة إنه زي ما حقيقة قلت يمكن الفساد بيبقى متفشي لما بيبقى في عدد سنوات كبيرة إنما طول ما فيه كشف عن الفساد وطول ما ما فيش مورا صحيح وبالعكس يعني احنا كل يوم وطاني بنسمح عن حادثة كشف عن فساد ورشاوي وغيره ده مهم جدا طبعا برجع تاني للشباب حاجة تانية بالنسبة للشباب برضو مهم جدا أتكلم بقى مش عن الدولة هنا عن القطاع الخاص القطاع الخاص ده بيمتلك 80% من الإقصاد المصري طب اللي بيمتلك 80% من الإقصاد المصري هو اللي يستطيع أن يصلح ولا رئيس الجمهورية أو الدول أو الحكومة التي تمتلك 20% فقط من الإقصاد المصري الاثنين مع بعض تمام لكن اللي بيمتلك 80% ده ده المفروض هو اللي معاه القوة الأكبر لأن مصر كانت في وقت من الأوقات كانت عبارة عن دولة أيام جمال عبد الناصر والفترة اللونية بتاعت السادات كانت كلها تملكها الحكومة المصرية أو الدولة المصرية بعد كده حصل الانفتاح الاقتصادي وأصبحت أغلبية ممتلكات الدولة في أيدي القطاع الخاص طب القطاع الخاص هنا إيه اللي قدري يعمله في هذا التوقيت هل هو عمل مصانع هل هو عمل تكنولوجيا هل هو عمل زراعات ومزارع ده أنت البنية الزراعات بتاعتك دمرت بالمباني فهماني إزاي بالمباني بس في نفس الوقت حصل تقنين للأراضي الزراعية وتشريعات خاصة يعني عايز أقول إنه إيه لا أنا عايز أقول إن القطاع الخاص لازم يعمل مشروعات زي اللي بيعمل لاتي السيسي اللي هي المشروعات التنموية اللي هي صناعة زراعة تكنولوجيا لأن حددك لو مسكت مثلا العاصمة العالمين الجديدة أسيبك من الإدارية دلوقتي العالمين حددك كان الصف وكنا فيها أنا دي شفتها المدينة المبنية إزاي مدينة سياحية نمرت واحد لأن فيه هناك الحرب العالمية التانية فيه ضحايا الحرب العالمية التانية أنت بتستغلي هذا الحدث مع منطقة صناعية معمول وراء يعني من أول العالمين الطريق بقى مش الساحلي الساحلي ده هيبقى ضر فيه ويكون سياحي وخدمي ومالي لأنه تبقى منطقة مالية المنطقة الغاستين كيلو داخل الصحراء ستين كيلو منطقة صناعية هذه المنطقة الصناعية انت قلت منطقة صناعية وسكاتي لا ده أنا بعمل لها ميناء اسمها ميناء الحمرة في العالمين بعمل المطار يسمه بجدد بوسع الميناء فيه ميناء اسمه ميناء الحمرة بتاع البترول لو بيأخذ البترول السعر الغربية بوسعه وبقى إياه إن يحصل فيه تصدير ميناء الحمرة مطار الحمرة لازم أي صناع يكون لها ميناء ومطار الاثنين مع بعض في نفس التوقيت بعمل الصوبة بالزراعية بخلي هذه المنطقة منطقة زراعية مع منطقة صناعية الأولى تحديك فيها بدأت النهاردة لأن الإسكندرية النهاردة اقتزت بالسكان وما بقاش فيها مكان للصناعات فأنتي أي مدينة بتعمليها جديدة بتعمليها للصناعات فدي اللي مجنناهم بقى إن البلد خلاص بدأت تعملت كل المشروعات والرجل هيبتدي إيه يجني الثمار فإنما كنتش حوقك عندما تجني الثمار هتبقى نصيبة دي الأزمة هقول لحضرتك ليه لأنه إحنا عموما كمواطنين مصريين عاطفيين نحب مثلا لو زعنا إنه في مثلا لقدر الله تم خطف الطفل نحب أوي نشوف ونتابع القصة لما الطفل بيرجع لحضن أمه وأبوه مرة تانية لو شفنا مثلا مبنى نحب نشوفه في صورته الأخيرة فيلم نشوف نهايته هنا هو عايز يقطع عليك الطريق لأنه طول الوقت تتكلم عن مشروع النهضة وطول الوقت تتكلم عن جناح النهضة وما إلى ذلك ما شفناش منهم حاجة فالنهاردة أنت بتديهم شهادة فشلهم يعني بالحجة والدليل وبتدي رؤية وأمل جديد لأولادنا يعني إحنا لما تحملنا الفاتورة كنا بنقول جايز إحنا ما نقدرش نستفيد لكن أولادنا حيستفيدوا فكرة الأمل في بكرة دي بتصبر بشكل كبير فكرة وجود وده نادينا بيه كتير جدا حتى من قبلنا بتتولي الرئيسة كنا ننادي إحنا مستعدين لتحمل الفاتورة بس دونا جدول زمني كونين يبقى عندك رئيس بيزبق الجدول الزمني يعني كل ما يدينا جدول زمني لقينا خلصنا قبل الجدول الزمني المحدد حضرتك بتشوف إزاي فكرة قطع الطريق زي قطع الطرق هم إرهابيين وقطع طرق وما إلى ذلك يعني حيك بتشوف الفكرة دي إزاي ودورنا إحنا كمصرين بمؤسستنا بشعوبنا نعمل إيه علشان يعني نفش الخطتهم فكرة قطع الطريق إنت لو تطلع على طريق وحدها عارف أنه هيقطعه لازم تاخد يعني حذرك طبعا إيه الحذر المفترض أننا ناخده في هذا التوقيت إحنا الحذر نحن بناخده أولا عملية التوعية أولا الشعب المصري مش كان فيه دعوات للتظاهر واحد سوري مزعليش بني يعني شمام أو يعني مش عايزة أخوط في حد لأننا بداي أول ما بناديهم اهتمام برضو يعني مش عايزة ديهم اهتمام واحد مخرف وناس بتركب تخريفه أنا بقول لحظة ديك إن هما يصلي وإن هما لا يجدوا ثوى المخرفين فدي لوحدها بتعطي يعني مصداقية لمصر لأنه هو مش لقي حد غير هذه نوعية من الناس أو واحد فقد عقله حظيك بتشوفي واحد تاني فقد عقله وقالعيان كده زي شيطة وطرزان وبتاع وعمال يتنطط وبتاع وحاجات فأنت حضرتك لازم تتحكي عندما يكون هناك مثل هذه الأمثلة اللي هي بقت أصبحت هي عايزة تقود فالناس فعليا بتضحك الناس بتبص بالتسلية وليس للتصديق عشان تبيع عارفة لأن دايما الإنسان لو أنا راجل محترم وجد بمعلومة هتصدقيني غيرا ما أنا جاي راجل حرامي أو نصاب أو ما لكش مصداقية حتى لو قلت كلام مظبوط مش هصدقه فهم لم يجدوا هذه الشخصيات أنا بقى إزاي كقنوات سواء كان بجنحيها سواء كان التلفزيون المصري أو القنوات الخاصة يكون لهم القدرة على التأثير على الشارع المصري بالحجة والدليل يعني أنا ما بحبش حد يتكلم بدون أرقام ما حبش حد يتكلم بدون كلام نقدر نحن فهل إحنا عاملين اللي علينا هل القوة النعمة في مصر في خلال التسعة سنة عملت اللي عليها واستفادت بالدرس ولا إحنا لسه بنكلم أنفسنا أو لسه يعني دايماً مستنين حد يهاجمنا عشان نطلع ندافع ما عملناش دورنا المظبوط صحيح يمكن في الفترة الأخيرة ما شوناش حتى فيلم أو عمل درامي أو حتى المؤسسات الدينية من الأزهر أو الكنيسة هل إحنا عملنا اللي علينا كقوة نعمة أنا شفت وقت الحرب ودايماً كلنا نسمع عن ده إنه كانت أم كلثوم عبد الحليم عبد الوهاب كلهم التفوا حول الجيش المصري عشان يجمعوا الأموال في وقت حرب هو إحنا مش في حرب بما إحنا في حرب إحنا في حرب قوتنا النعمة بتحارب إزاي بس أنا عايز أقول إن إحنا إحنا فيه مشكلة أيام الأيام دي ما كانش فيه العدو كان واضح نمرته واحد نمرتين ما كانش فيه المغريات اللي موجودة نهاردة تليفون سمارتفون ده بقى أساسي بالنسبالك حدك لو رجعتي من 43-50 سنة أيام جمال عبد الناصر لكن حد عنده تليفزيون ولا حد عنده تليفزيون ونسكة بتشرب من القلة يعني عايز أقول لحدك ما كانش اللي كان عنده تليفزيون ده كان بيبقى يعني لازم يعني مش عارف من الطبقة الرقية من الطبقة الرقية جدا وتبقى مشكلة المشاكل يعني فأنا عايز أقول لك النهاردة أصبحت المغريات كثيرة جدا لدرجة إن اللي معندوش موبايل وما بيتكلمش طوله نهار في التليفون بتدايق ومش فاتح طوله نهار النت متدايق مفيش حد ما عندوش كبير مفيش حد ما عندوش فأصبحت النهاردة المشكلة كبيرة جدا إن المغريات كتيرة وكل واحد عايز هذه المغريات كل واحد عايز شاشة تليفزيون ستين بوصل لإن الثمانية وعشرين زغيرة ما أنا بقول لحضرتك فعايز أقول لحدك المغريات بقى أصبحت برضو بتعبئ كبير جدا لكن نمرت الثاني أنا بقول إنه ورغم كل ذلك وانا رجل عشت في أوروبا أنا مصر وانا ماشي في الشوارع البيوت الأرضية ما فيهاش حديد على الإزاز يعني لو مشيتي في فرنسا ساعتك وانا كنت مراسل وكالة ينبقى الشاقة الأوسط في باريس سنوات طويلة وفي أوروبا وكنت في أفريقيا ما فيش دور أول ما فيش دور أرضي ما فيهوش حديد والدور الأول والمصر ما فيهاش يعني لغاية دلوقت لا ده فيه دور في أفريقيا بيبع عليها سلك شائك كمان وفي أمريكا عارف حدك أي محل بس طبعا سيبك من الأماكن اللي هي العشي أي أماكن أمريكا أي واحد بتكلمي بيحط حديد في المحل كده وتترميله الفلوس من تحت الحديد الأمان الأمان فنعايز أقول إن مصر برغم كل ذلك في الحمد لله الأمور ماشي كويس جدا لكن ما يحدث النهاردة هم عايزين يحبطوا بأي طريقة إن كانت ألا تبدأ هذه العملية برضو ما تنسيش إن مصر فيه حاجة مشوية كبيرة جدا إن اللي بيحاربك ليس فقط الداخل أو الإخوان لا ده أنت بيحاربك كمان أنت عارفة مين يعني نمرت واحد العدو الكبير إسرائيل إسرائيل مش بتحاربك عشان إسرائيل مش عايزكي تطلعي الدول الغربية مش عايزكي تطلعي ليه؟ لإن أنت لو طلعتي وبدأتي تصنعي سيارة هم مش هينقولوك السلام أنا فاكر أنا أقوله حضرتك على حاجة اللي حضرتك بتقوله ده من أيام محمد علي ولا مرة مصر كانت بدأت على الطريق السليم إلا وأجهدوا هذه المحاولات هنا أنا هطلع للتقرير الفشل الزريع في حج الإخوان للشارع وزيف إدعاقتهم أقول لحضرتكم حاجة متضيقة من كلمة الإخوان اللي بينا بنشوفها فيه يعني البرامج والقنوات خلينا نقول الأعداء لأنه هم ده اللي هم عايزين وعايزين يرجعوا على الأرض مرة تانية حتى وإن كانوا إرهابين مش هنجيب سرطة الإخوان تعالوا نطلع نشوف الأعداء إزاي فشلوا في حجد الشارع المصري اشتركوا في القناة